نستهيل نشرتنا من العاصمة الماليزية كوالنبور حيث شارك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشرقة وحرموه سمو الشيخ جواهر بن تمحمد القاسمي المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شارك سموهما في منتدى الطفل العالمي الذي أقيم برعاية وحضور الملك كارل كوستاف السادس عشر ملك السويد وحرمه الملك سليبيا وصلت المنتدى الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز حقوق الأطفال في ظل الإمكانات الواسعة هذا وطالبت حرم صاحب السمو حاكم الشرقة سمو الشيخ جواهر بن تمحمد القاسمي المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالبت الحكومات والمؤسسات وصناع القرار بالالتفات إلى الفئات المنسية من الأطفال حول العالم مشيرة إلى أن مستقبل السلام في العالم أجمع بحاجة إلى وقفة دولية مواحدة تجاه الأطفال المنسيين في الدول الفقيرة وتلك التي تشهد إطرابات من جهة أخرى التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وحرم سمو الشيخ جواهر بن تمحمد القاسمي قبل انطلاق فعاليات المنتدى بالملك كارلغوستاف السادس عشر ملك السويد وحرم الملك سليبيا وناقشوا خلال لقاء مجموعة من القضايا المتعلقة بالأطفال حول العالم ترجمة نانسي قنع